السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هقول لك ايه هي العلامات المبكرة والاعراض اللي بتقول ان عندك نقص فيتامين دال كمان هقول لك في اخر الفيديو ايه هي مضاعفات او المشاكل اللي ممكن يسببها نقص فيتامين دال عندك من اعراض نقص فيتامين دال المزاج المتقلب الاكتئاب والقلق الام في العظام والعضلات والمفاصل طراب في الحالة المزاجية تساقط الشعر ضعف جهاز المناع وبالتالي بيزيد فرص الاصابة بالالتهابات الجهاز التنفسي وحالات الربو عند الاطفال الاعياء والتعب من اقل مجهود ضعف العضلات وقلت كسافة العظام بطء التقام الجروح زيادة الوزن وخصوصا دهون البطن ومحيط الخسر ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والشرين من المضاعفات والمشاكل اللي ممكن يعملها نقص فيتامين دال هشاشة العظام والكسور من اقل اصابة التصلب اللوحي المتعدد امراض القلب والشرين وارتفاع ضغط الدم الاكتئاب وتقلب المزاج والفصام الاطراب العاطفي الموسمي العقم عند النساء والضعف الجنس عند الرجال الكساح ولين العظام ده اهم المشاكل والمضاعفات اللي ممكن يعملها نقص فيتامين دال عندك بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شيره لغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العظام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته